يعاني شعب تقراي من عدم تلقي العلاجات اللازمة وعدم توفر الأدوية وبالإضافة يواجهون أيضا صعوبات المعيشة بسبب الحصار المفروض عليهم ألقينا النظر على مستشفى مقل العام الذي يعانون فيه المرضى من أمراض المزمنة وقيرها العديد وقابلنا الدكتورة فرويني التي قالت لنا أن المرضى يعانون لعدم تلقيهم للعلاجات اللازمة وأنهم حتى بعد اتفاقية السلام المرضى يفقدون حياتهم وبالأخص الأطفال تحت السنة الخامسة الحصار أدى لتدهور الحالة الصحية لكثير من الأشخاص وهم غير قادرين للعلاج وذلك لعدم توفر الأدوية الطبية والمستلزمات الطبية في المراكز الصحية وهذا النقص أدى إلى وفاة العديد من الأطفال تحت السنة الخامسة وأدى الأشخاص الذين أصيبوا جراء القصفات الجوية كان بإمكانهم النجاة من الموت ولكن بسبب عدم توفر الأدوية أدى ذلك إلى موتهم المريضة فريات ألمو هي مريضة تعاني من ورن في حلقها وورن في قدمها وأيضا من أمراض كيلوية وقالت أيضا أنها أمضت شهر في مستشفى مقل العام ولكنها لم تتلقى أي من العلاجات والأدوية لإحالة نفسها وليس هذا فقط بل تعاني أيضا من السعوبات في الحياة المعيشية بسبب الحصار المفروض أبلغ من العمر 24 عاما مضى شهر منذ أن أتيت إلى هذه المستشفى ولا يوجد أي نوع من الدواء والمواد الطبية وليس لدينا المال أنا أعاني من أمراض مختلفة لدي ورم في حلقي ورم في قدمي ومشكلة في كليتي ولدي ألم شديد لست قادر على النوم ولست قادر على الابتلاع أيضا قالتا الدكتورة فرويني والمريضة فريات أنه يأملنا أن يعم السلام بعد الاتفاقية التي تمت في بريتوريا بين الحكومة الأتيوبية وحكومة تيغراي وشددنا على أنه يجب على المجتمع الدولي الضغطي لأن يتم تطبيق الاتفاقية ولأن يرسل المساعدات الإنسانية كالمواد الطبية بأسرع وغط ممكن من أجل إنقاذ المرضى نحن نريد إرسالهم للأدوية التي نحن في حاجة إليها والتي ستعمل على إنقاذ حياة العديد من المرضى مضى عامان منذ شنة الحرب والحصار والشاحنات التي دخلت لا يمكن أن تحل أزمات شعب تيغراي الذي عانى لمدة عامين يجب على المجتمع الدولي أن يضغط لكي تطبق الاتفاقية على أرض الواقع لأنه لا فائدة من توقيع الاتفاقية إذا ما زال الأشخاص يموتون بسبب نقص الأدوية والمستزمات الطبية أطلب من المجتمع الدولي أن يرسل لنا المساعدات بأسرع وقت ممكن لأن شعب تيغراي يعاني ويفقد حياته حتى بعد محادثات السلام التي تمت وأنا أيضا آمل أن يعم السلام في بلدي لكي أتعالج وعيش بحرية يجب من المجتمع الدولي أيضا على أن تطبق الاتفاقية على أرض الواقع وإرسال المساعدات الإنسانية كالأدوية لإنقاذ حياة المرضى